استمرت أعمال القافلة العلاجية التي أطلقتها مديرية الصحة لليوم الثاني على التوالي بنجع الحجر التابع لمركز داراو في أسوان ضمن مبادرة حياة كريمة تكونت القافلة من عشرة تخصصات مختلفة وتم الكشف والصرف العلاج بالمجان لجميع المترددين على القافلة وتحويل عدد من المرضى للمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بأسوان لإجراء العمليات الجراحية وحالات أخرى لعمل أشعة رانين مغناطسية ومقطعية وأعرب المواطنون عن شكرهم للرئيس السيسي بتوفيره هذه القافلة التي وفرت عليه معناء الذهاب للعيادات الخاصة وتكبد المبالغ المالية في الكشف وشراء العلاج من الصيدليات